مرحبا بكم مشاهدين الكرام في النشرة الجوية قدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر إذن درجات الحرارة مرتفعة ستكون سخانة على كامل ولاياتنا الشمالية للوطن نبدأ نشرتنا الجوية كلها بصورة القمر الإستناعي توضحنا السحب على معظم المناطق الوسطى والشرقية حتى على مرتفعات الهجار والتاسيلي الوضعية الجوية ننتوقعها خلال نهار الخميس إن شاء الله نبدأها بحركة الرياح الرياح ستلحق سرعتها حوالي 40 حتى 50 كم في الساعة على كل المناطق الشمالية للوطن وسجل 40 كم في الساعة بالمناطق الجنوبية الوضعية الجوية خلال صبيحة الخميس إن شاء الله الحالة سيكون شباب على العموم على كل ولاياتنا الشمالية لكن سيتشكل ذا باب خفيف على كل السواحل الوطنية بالجنوب الحال سيكون شوية مغيم على منطقة بشار حتى على مرتفعات الهجار والتاسيلي لكن ستبقى شميسة على العموم على باقي المناطق الجنوبية مع بعض الطير للرمال على منطقة تندوف حتى على إليزي وجنة درجات الحالة خلال الصبيحة الخميس إن شاء الله راح تلحق بإذن الله نسجل 17 درجة على لبيا سيدي الشيخ وبقطب بالبيت حتى على نعامة مشرية حتى على الجزائر العاصمة تيفازا بومردات بليدة لمدي يوتيزي وزو 16 درجة على منطقة عنابا نسجل 15 درجة على قلمة 14 درجة على منطقة العلمة باستيف 13 درجة على باتنا 22 درجة على أفلو بلغوات تلحق 15 درجة على عين الترك بمنطقة وهران 14 درجة نسجلها على تلمسان ومعسكر ومنطقة تشلف 24 درجة على عين صالح إليزي جانة وأدرار حتى على منطقة تندوف 23 درجة بشهر و27 درجة على منطقة عين قزة بنسبة لي ظاهرة الخميس إن شاء الله الحالة راح يكون شبابة تكون شميسة على العموم على كل المناطق الصحلية وهران مستغنم تنسل جزائر العاصمة تيفازا بومردات حتى على نابة بجاية جيجل سكيك دا ومنطقة القالة تتشكل خلايا رعدية ممكن تح شوية شتاء على البيض نعامة مشرية لمسان معسكر حتى على تيزي وزو والمدية بالجنوب الحالة سيكون مغيام ومع بعض الرعود كذلك ستكون على منطقة بشار حتى على منطقة عين قزة بورج بيجي مختار وتامان راست لكن الحال سيبقى شباب على العموم ومشميسة على باقي المناطق الجنوبية مع العجاج سيكون دايما على إليزي جانات ومنطقة أدرار درجات الحرارة خلال ظاهرة الخميس إن شاء الله ستكون طالعة شوية ستكون سخانة على كامل ولاياتنا الشمالية نسجل بإذن الله حوالي 29 درجة على منطقة رغاية بالجزائر العاصمة حتى على تيبازا بومردس البليدة كذلك نسجل 32 درجة على منطقة سيرايدي وشطايبي بعنابة حتى على بجاية جيجل سكيك دا نسجل 37 درجة على قلمة و31 درجة على عين الزال حتى على منطقة العلمة بستيف 27 درجة على باتنا 35 درجة تلحق على أفلو بلغوات 32 درجة على لبيا سيدي الشيخ وبقطب بالبيط 32 درجة كذلك على تيزي وزو حتى على نعامة مشريات 30 درجة على تيارة والجلفة 29 درجة سجلوها على تلمسان حتى على منطقة معسكر 27 درجة على عين تركبي وهران حتى على مستغان موتنس بالجنوب تلحق درجات الحرارة 41 درجة على عين سالح أدرار وتندوف 40 درجة على إليزي وجانات 44 درجة على عين قزام وبرج باجي مختار حارة البحر للنهار الخميس إن شاء الله البحر سيكون شوية مهول على كل السواحل الوطنية الرياح ستكون غربية لجنوبية غربية بالسواحل الغربية وتلحق سرعتها 40 كم في الساعة على السواحل الوسطى الرياح ستكون شرقية تلحق 30 كم في الساعة بالنسبة للسواحل الشرقية الرياح ستكون متغيرة الاتجاه ما تتعدش سرعتها 20 كم في الساعة علو الموجة إن شاء الله رح يكون حوالي متر بالسواحل الوسطى والشرقية وما يتعدش نص متر على السواحة الغربية الرؤية ستكون متوسطة ثم تتحسن تدريجيا خلال النهار قبل أن نختم نشرتنا الجوية نتوجه بكم اليوم إن شاء الله لولاية بومردس الحال بياه خلال اليامات الجاية إن شاء الله سيكون مستقر الحال شباب شميثة مع درجات حرارة دنيا تتراوح ما بين 13 حتى 14 درجة خلال الصباحة وما بين 22 و 26 درجة خلال الظاهرة الرياح فيها ستلحق حوالي 40 كم في الساعة والرطوبة 60% كالعادة نختم نشرتنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعاتنا لحوالة تقصنا الخميس إن شاء الله والله أعلم نشكركم على المتابعة في أمان الله